اليوم في حالة بين المؤمنين بيعتبروا انه الله صامت يعني عم بيصلوا وينك يا رب وكتير مرات لا ندرك يعني حتى بيخطئوا في كتير من المؤمنين بيصابوا في حالة من اليأس هو ربنا حيقبلني خلاص يعني انا مزبوط طبق بس انا رجعت ارتكبت الخطيئة وارتكبت الخطيئة شو ردك على هاي النوعية هل الله فعلا يعني صامت ولا مازال بيعمل لان في ناس كتير مجروحة وحتى خايفة انه يعني تتقدم لالله صحيح اخ نزار الله عندما احباني ارجو ان احباني المشاديق دولهم الحتة دي كويس قوي قوي عندما احباني احباني قبل ان يخلصني يعني لم يقل كتاب ونحن بعد كويسين مات المسيح لاجلنا لكن يقول ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا رؤية واحد خمسة يقول الذي احبنا وقد غسلنا من خطيئة خلي بالك ميقولش غسلنا وبعدين احبنا لأ احبنا وبعدين قد غسلنا وقد غسلنا يعني احبنا في الاول دي يأكد لي لما ييجي العدو يقول لي انت وحش اقول له ما ربنا لما اخترني في الاول كنت وحش وهو حبني وانا وحش وقال لي هذه الضمان الحلوة اوي يحنى عشرة تسعة وعشرين الآن اعطيها حياة ابادية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي عندما قدم المسيح هذا الضمان ما كانش عارف ان احنا هنغلط ولا المسيح بيتفاجئ المؤمن بيخطأه الرد التاني انه محبة المسيح محبة ابادية وقيمة المؤمن في المسيح والكتاب قال من سيفصلنا عن محبة المسيح يعني ها حقيقة كتير مهم الناس تدركها اخليا انت بتخدم وتسافر كتير وبعدين بتسمع العبارة ربنا زعلان مني انا مش كويسة او انا مش كويس او يعني هذه العبارات وكأنه بحاول يرضي الله نعم بشكل او باخر لكن الكلمة اللي بتشجعنا انه يسوع قال من يقبل الي لا اخرج صحيح صحيح يعني امر محتم بس مرات الانسان بيضعف امام هذه الحقيقة لكثرة التجارب والهجومات وبيعتبر كأنه الله صامت مش عم مش واخد باله منه هذا الاحساس اللي بيمر فيه ليه لاننا نجهل عمل المسيح الشفيع في السماء لاجلنا الان هتكتبس ايه بس جات في رمية خمسة يقول الكتاب لانه رمية خمسة عشرة لانه وان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته يعني لما كنا خطى خلصنا بموته على الصليب ونحن مؤمنين لذلنا نخلص بحياته كشفيع لاجلنا في السماء ما اعظمه وبنفس الاصحاح في ايه خمسة واربع عشرين الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة لا يأتي الى دينونة الشيطان احنا سمعنا عنه انه هو المشتكي وهو اللي بحاول يحبط ويحطم ويغربل ويرعب ويخيف ويحسسنا كأنه الله بعيد عنا منفصل عنا الله بحب ناس اكتر من ناس الله يمكن اتعامل معي باستركني لا لا الرب موجود حي يشفع كل حين كل حين هاي مهمة جدا والكتاب بحث المؤمن انه نتقدم الى عرش النعمة يعني دايما نتقدم بشكل مستمر للآب لان الشفاعة مستمر ترجمة نانسي قنقر